بسم الله الرحمن الرحيم نصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين أضغاف أحلام أنا بالنسبة لي أضغاف أحلام المسألة برمتهم معتمدة على الحوثيين الحوثيين أقرب ما يكونوا إلى الصهاينة لا عهد لهم ولا ملة ومن يقول أن الحوثيين أصلا يتحركوا بإرادة سياسية وطنية فهو واهم في أعتقادي وفي رأيي الشخصي سيظل المنف يراوح مكانه تعنت الحوثيين موجود الحوثيين لا يديرون أنفسهم في الأساس حتى يكون لهم رأي هم يتلقون التعليمات من طهران وهذا شيء مؤكد ولا خلاف عليه ولا يستطيع أحد أن يمكن ذلك حتى هم حينما كان السفير إيرلو موجود في صنعاء كان معروف أن الجماعة لا تستطيع أن ترد له أمر إطلاقا بالمطلق ومن يعتقد أيضا أن إيران هي التي تحرك الحوثيين في اليمن أيضا هو واهم في النهاية الصهاينة والأمريكان على وجه التحديد هم من يديروا اللعبة السياسية في اليمن بأكملها رحم الله الشهيد الرئيس علي أبدالله صالح الذي قال في بداية 2011 بداية النكبة التي حلت في اليمن المفتاح موجود في غرف العمليات في تل أبيب وفي واشنطن ويومها قامت القيامة واضطروا الرئيس علي أبدالله صالح إلى تقديم الاعتذار عن هذه الجملة التي نطقها وكانت حق مطلق ما يحدث في اليمن منذ 2011 وحتى اليوم وفي الوطن العربي عامة ما أطلق عليها الربيع العبري هو العربي لكن العبري بالأصح هو يجعلنا في حقيقة أن الصهاينة هم من يديرنا المشهد في الوطن العربي بأكمله وعلى وجه التحديد في اليمن نعم الآن على ذكر الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي والتقارم بين السعودية وإيران هل لذلك ربما قد يكون دور في إنهاء التعنق الحوثي والتمسك بالمطالب المطالب التي هي متطرفة وشروط تعجزية كما يتم وصفها دائما هو يفترض بالمنطق بالعقل بكل مجرية الأحداث أن التقارب السعودي الإيراني يحتف نقلة إيجابية في ملف اليمني فيما يتعلق بالحوثيين لكن في اليمن أنا أكرر دائما في اليمن تسقط كل النظريات وكل الحقائق حتى الحقائق المادية في اليمن ما يحدث في اليمن شيء عجيب لا يمكن أن يتكرر في أي مكان في العالم على الإطلاق ثمان سنوات والناس بلا مرتبات يعني أين يمكن أن يحدث هذا بأي منطق في أي مكان في العالم في أي دولة في العالم لو تأخرت المرتبات شهر واحد شهرين لنهارت حكومات وتبدلت أنظمة لكن في اليمن ما تشاهده بأم عينك لا تصدق لأن له تفسيرات أخرى وكما أصلفت منذ قليل يعني الملف في اليمن مرهون بالإرادة الدولية الجامعة من الولايات المتحدة تحديدا والصهاينة ولا أقول اليهود لكن أقول الصهاينة متى ما أرادوا لهذا الملف أن يقفل سيقفل وكلنا يعلم ويدرك ويشاهد أن الإرادة الدولية كأنها تقف إلى جانب الحوثيين أكثر مما ما هي مفروض أنها تقف إلى جوار ما تسمى الشرعية في اليمن لكن واقع الحال أن الحوثيين الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وفي النهاية اليمنيين هم من يموتون وهذه الدول تعرف هذا الشعار ورغم ذلك أيضا تكف البصر عنه ولا تطالب حتى بإزالة الشعار لدى الحوثيين مجرد إزالة الشعار لأنه يعنيهم هم بدرجة رئيسية وكأن الأمر أيضا متفق عليه بسيناريو أنه قلوا ما شئتم ونحن سندعمكم من وراء ستار مجرد على رئيس تحرك من الفاعلين الدوليين ولا حول ولا قوة لهم أصلا في اليمن ليس لهم كلمة ومن يعتقدون لهم كلمة فهو واهم نعم يعني الآن قد ربما نشهد تصعيد حوثي في عدد من الجباهات هل هي مثلا لحظات أخيرة للضغط يعني قبل الاتفاق أكررها للمرة المليون الحوثيون لا يمكن أن يعيشوا يوما واحدا في ظل السلام على الإطلاق على الإطلاق هم يعيشون في ظل الحرب ليسوا هم وإنما السلالة بأكملها يعني عبر التاريخ في اليمن هذه الجماعة التي تدعي النسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محظف ترى لا تعيش في ظل أجواء سلام لا يمكن مستحيل أنها تعيش في أجواء سلام إن حل السلام اليوم افتراضا تأكد أن هذه الجماعة ستنتهي غدا على الإطلاق ولذلك هم حريصون على بقاء الوضع على ما هو عليه سيسوفوا وسيماطنوا يوم بعد يوم لكن لم يحل سلام أبدا في اليمن طالما هذه الجماعة موجودة على الإطلاق نعم إذن الأكاديمي والمحل السياسي الدكتور الرحمن ناجي شكرا جزيلا على حضوه المتابعين الكرام أين مكانهم